ودايماً تجد برضو التدين الكمي عمل حاجة وحشة أوه في حياتنا التدين الكمي أنا آسف يعني بيعمل إيه؟ بيحب البخل يحب البخل في الابتسامة يحب البخل في النفقة ليه طيب؟ عشان الشخص هو في التدين الكمي عايز كل حاجات اللي ينفقها ينفقها على نفسه مش ينفقها على أحبابه وعياله فتلاقي التدين الكمي بطبعه تدين بيدعو إلى البخل ودايماً احنا بتلاقي حاجة في كده في مجلس الإرشاد الزواجي إن الشخص البخيل ده بتلاقيه في الغالب وخاصة في الرجال بتلاقيه بخيل في كل حاجة بخيل في ايه؟ بخيل في المشاعر بخيل في الكلام بخيل في الابتسام لما تجي تقول له طب ما تتكلم معاه يقول لها ليه؟ ما أنا موجود معاك ما أنت فاهمة كل حاجة وإحنا فاهمين كل حاجة مش محتاجين كلام ليه؟ مش بتعلم الإنفاق مش متبع لسنة رسول الله صلى الله ولذلك الإنفاق؟ أحد ركني أحد ركني لإيه؟ أحد ركني للاتزان في الحياة الإنفاق والإدخار الإنفاق والإدخار وعلى فكرة ممكن نعمل الإدخار بنفسية الإنفاق بنفسية الإنفاق ليه بقى؟ عشان الإدخار ده؟ عشان لما نحب ننفق نجد ما ننفق منه وعشان كده إحنا لابد أن نحن نتعلم ده المصيرين علمونا بلاش البخل في أي حاجة بلاش البخل في المال بلاش البخل في المشاعر بلاش البخل في المحبة أنا بشوف ناس عشان بيقولوا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي اتعلموا الناس البخل ضاقت معرفهم ما عندهمش أصحاب ما بيعزموش الناس ما بيبسطوش مجالسهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أنهم يبسطوا مجالسهم حتى المجالس المجالسة ديقوها عاشوا في ديق ما عندهوش نوع من أنواع الكرم ما بقاش فيه كرم ما بقاش فيه كرم في المشاعر حتى ما بقاش فيه كرم في الحكم على الناس قعد يديق دائرة أهل الله ودائرة المحبين ودائرة الأطقياء ودائرة المقبليين على الله عشان تبقى الدائرة بتاعته اللي هي مليانة بخر لا يا سيدي وعشان كده هو يتضيع أوه من كلام المصرين ده اللي بيدعو إلى الكرم اللي هو ايه أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هو عايش مع ربنا بالتعاقد فهو خايف أنا أقول لكم الحقيقة يعني بالتحليل أنا بحب أقول تحليل التدين المصري الشخص ده لما جاي يدخل على التدين المصري التدين المصري تدين توكل تدين رضا فهو إيه اللي حاصل هو في تعاقد مع ربنا فهو خايف ليه طبعا أنا لو عملت ده هتديني يا رب الأهل المصريين بيعيشوا بالتوكل على الله بس التوكل المتزن التوكل الرشيد اللي هو إيه اللي فيه رجلين بيمشوا عليها رجل الإنفاق ورجل الادخار